الواضح في النشاط العلمي للسنة الثالثة في ابتدائي إذن اليوم عندنا الحصة الرابعة كيف يتكاتر النبات الزهري كيف يتكاتر النبات الزهري إذن سبق أن تطرقنا في حصة سابقة إلى كيف أنجز دورة حياة حيوان إذن ننتقل إلى الصفحة 41 حول موضوع كيف يتكاتر النبات الزهري الهدف من هذه الحصة هو أن يتعرف المتعلم كيف يتكاتر النبات الزهري إذن ننطلق عبر ملاحظة الصورة ونعبر إذن في الصورة الأولى لدينا نبات الجلبان الذي يعني هذه طمار هذا النبات ثم في الصورة الثانية الفلاح الذي يزرع البذور يزرع البذور لكي تنبت من جديد لتتحول في طبيعة الحال إلى نبات ومتمر إذن التساءل اليوم هو ما مصدر بذور الفاصولية أو ما هو مصدر البذور بصفة عامة ليس الفاصولية فقط إذن الفاصولية أو الجلبان أو غيرها إذن ما مصدر هذه البذور إذن ما سنفترضه بطبيعة الحال لكي نختبره في الفقرات الموالية نفترض أن مصدر مصدر البذور هو مثلا الأزهار أو الأغصان الأغصان أو البراع هذه افتراضات نفترضها لنختبرها في ما سيأتي من فقرات إذن ننتقل إلى أختبر أبحث عن وثائق عن مصدر بذور الجلبان ألاحظ الصور ثم أرتبها حسب التغيرات التي تطرأ على ظهرة نبات الجلبان مستعملا الأرقام من 1 إلى 4 إذن بطبيعة الحال هذه مراحل حياة النبات نبات الجلبان إذن بطبيعة الحال الصورة الأولى بطبيعة الحال هي الصورة باء حيث لدينا هنا زهرة زهرة نباسية أصلا مرقمة رقم 1 ثم بعدها هذه هي الصورة ألف هي رقم 2 ثم بعد ذلك الصورة رقم 3 حيث بدأت بضرة أو تمرة الجلبان تتحول إلى بضور بداخل هذه التمرة وأخيرا تحولت الزهرة إلى ثمرة بها بضور في الصورة الرابعة الصورة G إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج أنها تتحول زهرة زهرة نبات الجلبان إلى ثمرة إذن زهرة هذه هي زهرة الجلبان تتحول إلى ثمرة بها بضور بها بضور إذن ماذا نستخلص؟ نستخلص مع يدي إذن أملأ الفراغات بما يناسب يتكاثر النبات الزهري بواسطة إذن يتكاثر النبات الزهري بواسطة البضور تنبت البضور فتعطي نباتات فتعطي نباتات تكون النباتات أزهارا تتحول الأزهار إلى ثمار تحتوي على بضور إذن هذه هي مراحل تكاثر النبات إذن ننتقل إلى الفقرة الآخرة أستطمر أكتب في البطاقة الإسم المناسب لكل عضو نباتي إذن هذه صور سنجيبه عن اسم كل عضو من هذه الأعضاء إذن الصورة ألف هي أزهار أزهار الصورة بأ تمار ثم الصورة تأجيم هي أذور إذن هذه بطبيعة الحال هذا نبات البرتقال حيث يكون عبارة عن زهرات تتحول إلى تمار والتمار بداخلها بضور ثم نزرع البضور من جديد إلى آخره أجيب بصحيح أو خطأ تتحول الثمارة إلى زهرة إذن تتحول الثمارة إلى زهرة أجيب بصحيح أو خطأ الثمارة إلى لا ليس الثمارة إلى زهرة تتحول الثمارة إلى ثمارة بداخلها بضور إذن هذا بالنسبة للنبات الزهري إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة الرابعة حول موضوع كيف يتكاتر النبات الزهري ترجمة نانسي قنقر